قنوات تواصل سرية بين ميليشيا الحوثي ودولة الإمارات هذا ما كشف عنه نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم عن وجود تواصل مستمر يجري بين الجانبين لبحث مسألة انسحاب القوات العسكرية من اليمن هناك لقاءات تحصل بين مسؤولين من الإمارات ومسؤولين يمنيين لتنظيم خطوات لاحقة في هذا الأمر المسؤولين يمنيين من أي جانب؟ من جانب أنصار الله لأن أي عمل له علاقة بالانسحاب على الأرض لا بد أن يكون مواكب بالتواصل ولو سري ولو بالواسطة أحيانا من أجل اتفاق على بعض الخطوات النائب في حزب الله اللبناني تحدث عن وجود خلافات قوية بين حاكمي دبي وأبوظبي بشأن حرب اليمن بسبب الوضع الاقتصادي الصعب هناك واستنزاف أموال الإمارات الطائلة والخسائر البشرية دون طائل تصريح يحمل الكثير من الدلالات خاصة في ظل توتر يلف المشهد السياسي بين إيران والإمارات والتهديدات التي يطلقها قادة ميليشيا الحوثي باستهداف المصالح الإماراتية في أبوظبي ودبي وغيرهما على غرار الهجمات التي تتعرض لها مصالح ومطارات السعودية يقول مراقبون إن الإمارات ركزت على عدم الدخول في حروب مباشرة مع الحوثيين منذ إخراجهم من عدن ومحافظات أخرى وذلك لأسباب عديدة أهمها تبني الإمارات سياسة أكثر بعدا عن سياسات المملكة العربية السعودية في ملفات عدة كملف حرب اليمن والتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية من اليمن قد يكون تمهيدا لانسحاب كلي كما يكون متابعون وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الخسائر العسكرية والإنفاق المالي ونتيجة الضغوط الدولية لإيقاف الحرب في اليمن وعلى الرغم من خلفية هذا المشهد السياسي المتوتر بين إيران والإمارات إلى أن ذلك لا ينفي بقاء التواصل والمخاوف من فقدان التعاملات التجارية المتبادلة حيث تقول تقارير إن الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع طهران خلال الأعوام الماضية وهو ما ينعكس على تعاملها مع ملفات عديدة منها حرب اليمن ترجمة نانسي قنقر